أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني قيامة قوات الاحتلال الإسرائيلية باقتحام مستشفى الأمل في خان يونس بغزة وتأمر النازحين والطاقم بإخلائه تحت تهديد السلح في غضون ذلك قال المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني مشيرا إلى نفاذ الطعام من التواقم والجرحة والنازحين في هذا المجمع أضف القدرة أيضا أن الاحتلال الإسرائيلي يضع 150 كدرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف هذا وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 26751 فلسطينيا بالإضافة إلى 65636 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي